موسيقى في هذه المحاضرة رح نتناول موضوع صور المعاملات طبعا صور المعاملات يوجد في الكثير من الخفايا والكواليس اللي تتم خلف إنشاء هذه الصور إن شاء الله في هذه المحاضرتين محاضرة التاسعة والمحاضرة العاشرة رح نتناول هذا الموضوع ورح نتناوله بشكل مبصل ونشرح كافة تفاصيل وخفايا هذا الموضوع طبعا توجد عدة طرق لإنشاء صور المعاملات لإنشاء باكتش خاص بصور المعاملات رح نتناول الموضوع الأول طبعا نفتح صورة مثلا هذه الصورة طبعا يفضل إنه المصور لما نلتقط صورة شخصية للمعاملة يفضل أن تكون الخلفية الباكراوند بلون واحد لون مفردي أما أبيض أو أزرق أو أخضر أي لون ولكن يفضل أن يكون مصمت والأفضل أن يكون أبيض طبعا بعد ما نلتقطنا الصورة وأكيد رح نشوف أكو ظلال شادو بسبب الإضاءة وبسبب سوء استخدام الكاميرا ممكن يعني رح تظهر الخلفية بشكل متدرج يفضل أن نستقطع ونفرغ الخلفية الخاصة بالصورة طبعا نفتح القفل طبعا توجد طرق عديدة للتفريغ الخلفية ولكن أنا أفضل أفضل أداة وأسرع أداة باعتبار أن صورة المعاملة هي صورة بحجم صغير ولا تحتاج إلى جودة عالية عند التفريغ فنختار هذه الأداة اللي هي الكويك سيلكشن طبعا نكبر حجم الأداة من خلال حرف الدال ونحاول تحديد الخلفية بعد ما حاولنا تحديد الخلفية نضغط على المفتاح دريت بعدها كونترول دي بعد ما حددنا الخلفية نلاحظ أنه أكون لون أزرق من الباكراوند يحيط بالوجه ممكن أن نتخلص من هذا اللون من خلال أنه نضغط كونترول وكليك على الصورة ومن سيلكت نختار موديفاي بعدها نختار كونتكت نحدد مثلا واحد بيكسل للتجربة أوكي نلاحظ أنه أصبح عندنا استقطاع من الصورة بحجم واحد بيكسل نلاحظ أنه هذا الحجم صغير ولا يخفي اللون الأزرق ممكن أن نعيد العملية نضيف واحد إضافي من خلال سيلكت موديفاي ونختار كونتكت أيضا واحد بيكسل أصبح عندنا اثنين بيكسل تمام اثنين بيكسل ممكن تمام جدا الخطوة التالية من سيلكت نعكس التحديد من خلال انفيرت وديليت تمام جدا بعدها كونترول دي طبعا حجم الصورة حجم صورة المعاملة اللي هي 3 سنتيمتر للعرض و 4 سنتيمتر للارتفاع نفتح حجم اللي هو 3 سنتيمتر في 4 سنتيمتر من file new ونحول القياس إلى سنتيمتر نحول القياس إلى سنتيمتر بعدها رح يكون للعرض 3 سنتيمتر وللارتفاع 4 سنتيمتر والدقة رح تكون 300 سنتيمتر بعدها اوكي طبعا نسحب هذه الصورة ونخليها بالطبقة الجديدة طبعا لاحظ انه الحجم كبير جدا انه ممكن نصغرها نضغط على المفتاح shift و out ونصغر حجم الصورة حتى تصغر بمستوى نسبة وتناسب بعدها اوكي تمام جدا نلاحظ انه هذه الصورة اصبحت جاهزة طبعا نحدد صورة الشخص مع ال background ونضغط اكليك ايمن ونختار merge layer او control l او control n الخطوة التالية نفتح قياس للصورة مثلا اربع صور او مثلا ثمان صور من خلال file new القياس راح يكون اي اربع صور لالسطر الواحد والارتفاع راح يكون ثمانية اي اي اربع صور باربع صور راح يكون ثمان صور طبعا نفتح هذه الصورة ونسحبها ونخليها بهالمكان تمام جدا طبعا نضغط Alt ونسحب الصورة Alt ونسحب Alt تمام جدا ممكن أنه نحدد الصورة الأولى وكونترول نبقى ضغطين على كونترول ونحدد الصورة الثانية والثالثة والرابعة الصورة الرابعة Alt ونسحب ونحدد الصور المحددة طبعا أصبح لدينا باكتش كامل لصورة هذه طبعا الطريقة الأولى والطريقة البدائية جدا في إنشاء صور المعاملات الطريقة الثانية نفتح File New نفتح ملف جديد اللي هو طبعا أيضا 8 صور 12 للعرض في 8 سنتيمتر للارتفاع الدقة 300 طبعا نفتح هذه الصورة ونسحبها ونخليها بهالمكان أو ممكن أن نحددها كونترول A وأدت كوبي ونفتح القالب الجديد فايل عفوا أدت بيست طبعا هذه الصورة أخليها بهالمكان بالركن الأعلى وأضغط عليها كليك أيمن وأختار كونفيرت تو سمارت أوبجكت أحولها إلى عنصر ذكي طبعا هذا العنصر الذكي شرحناه هنا كثيرا في المحاضرات السابقة بعد ما حولتها إلى عنصر ذكي أسحب أستنسخ هذا العنصر الذكي أستنسخ الصورة بعد ما حولتها إلى العنصر الذكي طبعا ممكن أن أحدد هذه الصور الأربعة وأستنسخها تمام طبعا الفرق أنه هنا أصبحت عندنا صور كلها عناصر ذكية طبعا نختار الصورة الأولى أي صورة من هذه الصور مثلا هذه الصورة بالأسفل أو ممكن أختار الصورة الأولى اللي هي بالأسفل وأضغط عليها دبل أكليك على الاسم وأكتب القالب الرئيسي بعد ما سميتها القالب الرئيسي أحدد الصور البقية من خلال كونترول وأبقى ضغط على بقية الصور وأضغط على كونترول جي أضغط من الكيبورد كونترول جي حتى أوديهم بغروب طبعا هذه اللي هي القالب الرئيسي هذه الصورة هي اللي راح أتم عليها عمليات تعديل أحفظ هذا الملف فايل سيف أحفظه مثلا بأي مكان أسميه قالب صور معاملات طبعا الشوقت ما أنا أريد أعدل عليها كل ما أنا أريد أشتغل عليها صورة المعاملات أفتح هذا القالب وأضغط دبل كليك على القالب الرئيسي أوكي أو ممكن ألغي هذا الخيار وأضيف الصورة الثانية مثلا صورة أخرى ناخد ممكن هذه الصورة طبعا نسحبها ونخليها على القالب في هذا المكان تمام جدا طبعا نحذف الصورة اللي هي بالأسفل صورة القديمة فقط نسوي سيف نحفظ على الصورة راح نلاحظ أنه جميع صور القالب راح تتغير إلى الصورة الرئيسية يعني باختصار أنه بعد ما حولنا الصور إلى سمارت أوبجكت وصورة القالب أي صورة من هذه الصور نغير عليها راح يتم التغيير بآن واحد على بقية الصور هذه الفكرة هذه العملية تسمى موك أب طبعا الموك أب إن شاء الله بالدورة الاحترافية راح نشرحها بالتفصيل المميل ورح نمطي أمثلة عملية جميلة جدا على هذا المحور اللي هو الموك أب أيضا صور المعاملات ورح نشرح الطريقة الثالثة والرابعة اللي هي طريقة الأكشن وطريقة الباترن طبعا نفتح صورة معينة وليكن هذه الصورة أو ممكن نختار صورة أخرى مثلا هذه الصورة طبعا هذه الصورة بسبب سوء التصوير وسوء الإضاءة أصبح عندنا هذا الـ Gradient حتى نعالج هذا الـ Gradient أول خطوة ممكن أن نروح على Image Adjustment ونختار Levels وطبعا نلاحظ أنه هذا السهم الأبيض نحاول نقربه إلى بداية مرتفع الـ Level بهالمكان بعدها أوكي خطوة التالية نحاول تفريغ الخلفية طبعا نفتح القفل ونختار أداة الـ Quick Selection ونحدد الصورة طبعا نحذف الصورة أو نحذف الـ Background ممكن أن نحدده نحدد الـ Background ونفتح طبقة جديدة ونختار لون أبيض ونملأ التحديد باللون الأبيض الخطوة التالية نفتح طبقة جديدة وهذه الطبقة نخليها بالأسفل ونملأها باللون الأبيض وطبقة النظارات ممكن أن نخليها 40% أو ممكن أن تكون 50% أصبحت عندنا النظارات شفافة وجميلة جدا مثل ما تلاحظون أصبحت شفافة وواقعية طبعا خطوة التالية نحدد الطبقات جميعا كلهم من خلال Control ونحدد الصورة الثانية والثالثة ونضغط كليك أيمن ونختار Marriage Layer نفتح مقاس جديد اللي هو New ونختار طبعا سانتيمتر أو ممكن أن يكون سانتيمتر ونختار 3 سانتيمتر للعرض 4 سانتيمتر في الارتفاع و300 لـ Resolution Control A Control C و Control V نلصق الصورة نصغر العرض ونضغط على Control Shift حتى نخلي الصورة بهالمكان تمام جدا ممكن أن تكون بهالشكل نحفظ القفل تمام ممكن أنه حتى نتخلص من هذه الزوائد الخاصة بالصورة اللي هي خارج المقاس نختار أداة Crop ونحدد المقاس اللي يحنا ريدا يبقى ونحن لاحظ أن هذه الصورة أصبحت فقط في الخلفية طبعا نمزج الطبقتين من خلال Merge Layer الخطوة التالية اللي هي رح نستخدم Action طبعا الأكشن من الأمور الجميلة جدا اللي هي تسجل لنا خطوات التعديلات طبعا نتأكد من أنه نافذة اكشن ظاهرة بصندوق البنال من خلال وندو ونخلي علامة صح على اكشن طبعا رح تظهر عندنا هذه علامة اكشن هذه الاكشنات المسجلة القديمة ورح نسجل احنا اكشن جديد طبعا نضغط على هذا الخيار اللي هو Create New Action نضغط عليه ونسميه مثلا صور المعاملة ممكن أنه ننطي لون ماكو مشكلة ممكن لون ننطي أحمر ريد أخضر ماكو مشكلة record طبعا هذا الاكشن رح يسجل لنا كل التعديلات اللي رح نقوم عليها على هذه الصور رح يسجل لنا ياها ويحفظ لنا ياها في اكشن حتى هذا الاكشن ممكن أن نطبق على صور أخرى طبعا نروح على New أو ممكن Select All Edit Copy بعدها نروح على New نفتح المقاس اللي هو سنتيمتور قلنا رح يكون 12 للعرض و 8 للارتفاع بعدها Edit Best رح يخلينا هذه الصورة بها المكان طبعا رح نستنسخ هذه الصورة ممكن أنه أحدد هذه الصورة أيضا استنسخها تمام جدا بعد ما خلصت هذه الصورة أوقف الاكشن من خلال أضغط على Stop Playing Recording بعدها الاكشن صار عدي جاهز طبعا إذا ألاحظ هذا الصور المعاملات أضغط على هذا السهم هذا اللي هو الاكشن الخاص بصور المعاملات طبعا هذا التصميم صار عدي جاهز للطباعة حتى أشتغل تصميم جديد ممكن أنه هذه الصورة أفتح صورة أخرى مثلا مثلا هذه الصورة وطبعا من Quick Selection ممكن أفتح القفل وأملأها باللون الأبيض تمام حتى أختار المقاس اللي هو 3 سنتيمتر في أربعة أروح على أداة الكروب وأحدد 3 سنتيمتر للعرض وأربعة سنتيمتر للارتفاع والرزيليوشن اللي هو 300 وأقتص الجزء اللي أريد أن يظهر به الصورة بعدين أضغط على علامة الصح راح ألاحظ أن البرنامج راح ينشئ لي هذا القالب بثلاثة عرض في أربعة سنتيمتر للارتفاع حتى أكون تكرار لهذه الصورة كل ما عليه هو أحدد هذه الطبقة وأحدد الأكشن خاص بصور المعاملات اللي أنشئتها قبل شوية وأضغط على علامة play أشغل هذا الأكشن راح ألاحظ أن البرنامج أضغط على continue ألاحظ أن البرنامج راح ينشئ لي الصور وهكذا أي صورة أنا أريدها أفتح هذه الصورة مثلا هذه الصورة حتى تكون على شكل باكج كامل للطباعة فقط أحدد الصورة طبعا أفتح القفل وأضغط على صور المعاملات وأضغط على play وأضغط على continue راح البرنامج يكرر لي هذه الصورة طبعا هذه اللي هي الطريقة الثالثة اللي هي طريقة الأكشن طريقة سهلة وبسيطة وأقدر أنا أصناها كقالب وأستخدمها بأي وقت أنا أريدها الطريقة الرابعة اللي هي طريقة الباتن طبعا طريقة جميلة جدا ورائعة طبعا أضغط على طبعا بعد ما حددت الصورة وكملتها من background ومن اختصاص الخلفية وجهزتها أضغط طبعا أخليها بالمقاس اللي هو أربعة سنتيمتر للارتفاع وثلاثة للعرض أضغط على select all وأروح على edit وأختار الخيار اللي هو define pattern طبعا هذا الخيار راح نشرحناه بالبداية وأنطي مثلا رقم وليه يكون واحد أوكي طبعا أفتح ملف جديد اللي هو طبعا بيئة سنتيمتر اللي هو مثلا 12 سنتيمتر في ثمانية للارتفاع وresolution 300 هذه الصورة أروح على edit وأختار fill وأختار pattern أحدد الصورة اللي أنا قبل شوية عرفتها أضغطتها إلى pattern وبعدها أوكي راح ألاحظ أن البرنامج راح يكرر لياها على عدد الطبقات طبعا طريقة جميلة وسريعة وسهلة في نفس الوقت متابعين الأعزاء أتمنى أن تدعموني من خلال الاشتراك بالقناة والإعجاب في هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر